طبعاً هو موضوع كبير فأنا عاوز أتكلم عن موضوع كلمة الله من عدة نواحي ولكن للشخص اللي بشاهدنا لأول مرة عاوز أتوضح فكرة كلمة الله كيف ممكن تعرفها أو توضحها نقدر نقول ببساطة أن المسيح اسمه كلمة الله أي المقصود بيها أنه هو بيعلن عن الله بيعلن عن الله أو أدق صحيح 100% الله معلناً الله معلناً ليه؟ لأن الله لأنه غير مرئي لأنه في طبيعته روح غير مرئي ولأنه عظيم بلا حدود ولأنه غير محدود فما أقدرش أعرفه بدون أن يعلن عن ذاته فبالتالي لو أنا مثلاً يا أسيس صامت مش بتكلم خالص مش تقدر تعرفني وغير مرئي مش تقدر تعرفني لكن حتى لو أصبحت غير مرئي وتكلمت كلامي بيعلن عني فده مجرد كلام طالع مني المسيح لقبه كلمة الله ومش مجرد كلام هو شخصية شخصية فهو دوره الأساسي كالكلمة أنه يعلن عن الله لأن الله أعلن عن ذاته من خلال الخليقة فلما أنظر إلى الخليقة أنا بشوف عظمة الله وسلطانه الغير محدود والزكاء الغير محدود وقدرته الغير محدودة وحكمته الغير محدودة لك لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف أدبياته بيحب إيه وبيكره إيه طيب لو بعد كده الله أعلن عن ذاته من خلال الفطرة الإنسانية لما خلق الإنسان خلانا من داخلنا كده مش بنحب الشر ولما بنخطئ بنشعر بقلم داخلي نتيجة لوجود الضمير فعرفنا بعض الشيء عن الله أنه هو مش بيحب الشر وبيحب الخير بعد كده الإعلان زاد أنه أرسل أنبياء بدأوا يتكلموا عنه ظهر الأنبياء والأنبياء تكلموا عنه فتكلموا عنه جزئيا لكن لا يمكن يعبره عن الله بصورة واضحة كاملة الإعلان الكامل الإعلان الكامل لكن كان الحل النهائي الرائع أن الله بنفسه يأتي إلينا حين الإبن رب يسوع كلمة الله جاء فهو جاء عشان دوره الرئيسي يعلن عن الله اشتركوا في القناة